بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارس معالم التربية الأهلية القسم الابتدائي الصف الثالث أبناء الطلاب معكم معلم العلوم الأستاذ فكيه العجم درس اليوم إن شاء الله فاصل العاشر كما في سورة صفحة 88 تغيرات المادة تغيرات المادة يا شباب الله يوفقكم تغيرات المادة نوعين أنه الأول التغيرات الفيزيائية أنه الثاني التغيرات الكيميائية إن شاء الله تبارك وتعالى درس اليوم عن التغيرات الفيزيائية التغير الفيزيائي هذا هو الدرس الأول درس اليوم إن شاء الله عن التغيرات الفيزيائية طيب يا شباب لو سألنا سؤال الورقة لو معك ورقة الآن معي ورقة ثم مزقت هذه الورقة قطعت هذه الورقة هذا يعتبر تغيريش صح تغير فيزيائي ليه ليش يا شباب لأنه لم يتغير شيء تغير فقط مظهر الورقة المظهر أو الشكل شكل أو مظهر الورقة لكن ظلت المادة المكونة للورقة كما هي لم تتحول إلى مادة أخرى طيب شباب مثلكم أو في الصورة هؤلاء الشباب يلونون هذه الألوان يا شباب هذا تغيريش صح تغير فيزيائي ليش لأن الورقة ممكن أمسح هذه الألوان مرة أخرى وظلت الورقة كما هي لم تتغير ولم تتحول إلى صورة أخرى طيب شباب برك الله فيكم لو شفنا مثلا الماء الماء الموية تشرب الماء سائل إذا وضعت الماء في الفريزر فريزر الثلاجة هنا تغير أو تتغير حالة الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يتجمد الماء هذا التغير يا أبطال إيش بنسميه تغير إيش صح تغير فيزيائي لماذا؟ لأن أستطيع أن أخرج الماء من الثلج الصلب من الثلاجة ثم أضعه فترة من الزمن فيتحول إلى ماء مرة أخرى يعني لم تتكون مادة جديدة طيب هناك أشكال أخرى للتغيرات الفيزيائية لو عندك مثلا شريط شريط مطاطي شديته فريط الشريط أو طويته هذا تغير فيزيائي لأن يزداد طوله أو يقصر طوله لكن يظل الشريط كما هو هذه الصورة تكلمنا عنها تلوين المادة لا يغير من تركبها شوفوا شباب هذه الورقة كما هي لا تغيرت ولا تحولت إلى مادة أخرى إذن هذا يا أبطال تغير فيزيائي لم تتغير المادة طيب يا شباب الحين صفحة 93 ناظر معي كيف يتغير الفلاذ إيش معنى الفلاذ الفلاذ الحديد ليتم منه صناعة مثلا على سبيل المثال كما في الصورة السيارات أول شيء تصحق السيارات القديمة نجمع السيارات القديمة ويتم ضغطها كما بالصورة شوف بكبر الصورة شوف شوف السيارات ناظر ناظر سيارات القديمة كلها تضغط مع بعض ثم تصحق هذه السيارات القديمة وتصحر تصحر تصحر مثل السائل تحت درجة حرار عالية طبعا أو يصحر الفلاذ أو شيء ناظر شوف في النار شديدة درجة حرار عالية جدا ونار يصحر الفلاذ يصحر مثل السائل فيتحول يصحر الفلاذ فيتحول يا أبطال إلى سائل ثم بعد ذلك يتم تجمده يبرد فيتجمد فيظهر هيكل أو شكل الهيكل الخارجي للسيارة كما بالشكل يتصلب الفلاذ ويستعمل في السيارة ثم يكون الفلاذ جاهز لصنع السيارة هذه السيارة تم صهر الفلاذ وتحوله لسائل ثم تصلب الفلاذ لصلب ثم بعد فترة من الزمن هذه السيارات بعد استخدامها فترة من الزمن قد تكون سنة أو اثنين أو ثلاث أو أربع يتم صهراء وتحولها مرة أخرى هذا التغير اللي صار في الفلاذ يا أبطال هو تغير فيزيائي طيب نختبر لماذا يعد تغير حالة المادة تغير فيزيائي لماذا يعد تغير حالة المادة تغيرا فيزيائيا ليش يا شباب؟ لأنه يغير المظهر فقط ولا يتغير تركيب المادة تظل المادة كما هي لا تتغير ما الذي تغير إذن شكل المادة مظهرها الخارجي لونها طيب السؤال بعد كده أكتب ثلاث غيرات فيزيائية يمكن إحداثها في قطعة من الورقة أنا تمزيق الورقة لو مزقت الورقة هذا غيرت من شكلها ثنتها حجمها الثاني الحجم والتجعيد كذلك الحجم هذا بالنسبة للورقة طيب يا شباب ننتقل للنقطة أخرى وهي المخلوط المخلوط يا شباب تغيرات من أحد التطبيقات للتغير الفيزيائي المخلوط هو خليط مكون من مادتين مختلفتين مادتين مختلفتين ما احتفظ كل مادة بخواصها الأصلية دون تغيير طيب قد ينتج المخلوط من مزج المواد الصلبة مع السوائل أو مواد صلبة مع مواد صلبة مثل صلاتة الخضار يكون فيها جزار خيار صلاتة الخضار أهيتها شباب أهيت أحيانا تأكلها مكونات هذا المخلوط خاص زيتون باصل خيار طماطم جب هذه صلاتة من الصلاتة هذا مخلوط خليط مكون من مادتين أو مختلفتين أو أكثر هذا نسميه مخلوط وهذا تغير تغير الفيزيائي ممكن نرجع أو نفصل كل الخيار لحاله الخاص لحاله البصل لحاله والطماطم لحاله هذا مثال وتطبيق للتغير الفيزيائي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء